الانسداد الكامل يتحكم حتى اشعار اخر بملف تأليف الحكومة بحيث يبدو التواصل مقطوعا بين المعنيين وحدها مبادرة الرئيس نبيه برلي مستمرة من دون ان يكشف عن الاتصالات التي يجريها رئيس المجلس في هذا السياق من جانبه يواصل الرئيس المكلف سعد الحريري جولته الخارجية وابرز محطاتها الامارات تركيا ومصر وقد حرصت اوساط بيت الوسط على القول ان الجودات العربية والاقليمية التي يقوم بها حتى اليوم محورها لبنان وتأمين الدعم ما امكن لهذا البلد ماليا واقتصاديا وصحيا واكدت ان لا تبديل في مواقف الحريري وان فكرة الاعتذار عن التأليف في الوقت الحاضر غير واردة مشيرة الى ان خيار الرئيس المكلف لا يزال تشكيل حكومة مهمة تتولى انقاذ البلد اليوم الرئيس الحريري لا شك ان الاعتذار على جدوى الاعماله لان الرئيس الحريري لن يرضى باي لحظة من اللحظات انه يسلم البلد للفراغ الرئيس الحريري ما رضي بالفراغ برئاسة الجمهورية وبالتالي لا يمكن ان يرضى بالفراغ برئاسة الحكومة الاعتذار موضوع على جدوى الاعماله وهو بدأ سلسلة مشاورات من المفتي للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى لفعاليات ورؤسة بلديات ومخاتير من جمهور طيار المستقبل والشارع وجمهور رئيس سعد الحريري لأنضاج هذا القرار بالاستمرار في التكليف أو الاعتذار وهو أيضا ينتظر الرئيس نبيه بره بموضوع مبادرة الرئيس نبيه بره اللي لحد هلأ الرئيس بره بعده منعها منصق الإعلامي في تيار المستقبل صوب موقف التيار والرئيس الحريري بعد تصريحات النائب السابق مصطفى علوش عن الرئيس نبيه بره وحركة أمل أنا من موقعي المسؤول بتيار المستقبل وعبر شاشة الانبيان اليوم اللي هي شاشة من عزة ومن احترمة أنا مكلف بنائل موقفنا لكل الناس أنه العلاقة مع دولة الرئيس نبيه بره هي خط أحمر بالنسبة لإلنا بتيار المستقبل وبدأ أتمنى عبر الانبيان من جمهور المستقبل ومن جمهور حركة أمل عدم الإنجرار لأي سجال حول هذا الموضوع اللي صار هو هفوة سياسية من الدكتور علوش صارت ورانا أدبيات تيار المستقبل ما في هذه اللغة لا مع الرئيس بره ولا مع غيره وخصوصا أنه استخدم مصطلح سبق لجبران باسيل أنه استخدمه ونحن بتيار المستقبل الله يديم الوفق نحن بتيار المستقبل أكيد مننا بموقع أنه نستنسخ عبارات لا من جبران باسيل ولا من غيره بدي أطمن الكل العلاقة بين الرئيس بره والرئيس الحريري أكبر من هفوة سياسية وما بتتأثر وهي أكبر من بعض المواقف الشخصية وشدد موسى على أن العلاقة بين الرئيسين بره والحريري خط أحمر بالنسبة لتيار المستقبل